أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تمثل مشروعا حضاريا مميزا توليه الدولة تماما خاصا وخلال جولة تفقدية بالمدينة التراثية لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل المنشآت بها أشار مدبولي إلى أن مشروعات الإنشاء في مدينة العالمين الجديدة تستهدف جعلها نقطة جذب الاستثمارات والرواد وتحقيق الاستفادة من المقاومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط كما شدد على أن الجولة تهدف لدفع معدلات العمل في المشروعات الجارية في المدينة للانتهاء منها وفق التوقيطات المخررة وكذا إسرع إجراءات التسليم للوحدات الجاهزة في المشروعات السكنية المختلفة